اشتركوا في القناة مع ضيفنا العميد ركن صبحي ناظم توفيق ويضا الدكتور في التاريخ العسكري يعود ورحبك مجددا دكتور معنا في هذه السلسلة برنامج الشاهد سيادة العميد في أكتوبر 1987 كنت على رأس وفد عسكري عراقي اتجه إلى أن جمينا في الشات الرحلة كانت متشعبة توقفت في أكثر من محطة استغرقت أكثر من يوم ونصف يعني حوالي 24 ساعة أكثر من يوم 22 ساعة حوالي 24 ساعة يعني قلت في الحلقة السابقة من السابع ونصف حتى الخامس ونصف فجر اليوم التاني أنت كنت رئيسا لهذا الوفد نعم وكنت برتبة عميد ركن وقتها كنت برتبة عميد ركن نعم ما هي المهمة التي كان يحملها هذا الوفد تفهم لا أقول تفقد وإنما تفهم حال القوات المسلحة التي لدى الخيادة السياسية أو الخيادة العسكرية الشادية وهي كانت حقيقة على شكل ميليشيات كلها أسلحة خفيفة يعني لا دبابات ولا مدافع ولا مدرعات ولا قوة جوية عدى تلك التي غنموها إن صح التعبير في معركة وادي الدوم ولم يستطيعوا استخدامها والسبب في ذلك أنه حتى الدعم الفرنسي لم يكن يفيدهم في هذا المجال لأن كل الأسلحة المستولى عليها هي أسلحة سوفيتية لم تكن الجماعات المسلحة الشادية التي كان يقودها حسين حبري طيلة الحرب مع ليبيا لم يكن يتوفر لها عتاد وتسليح قادم كلها أسلحة خفيفة أسلحة خالد يعني استغربتوا في ذلك يعني هم استخدموا حرب الإصابات يعني حسب ما ذكروا وسنأتي على ذلك حسن جاموس الذي هو كان الذي قاد القوات الميليشيات الليبية المسلحة الشادية تقصد أسكريا يعني على شكل عشائر على شكل غارة غارة عشائرية دقة عشائرية مثل ما يسمى في العراق مستوى الدعم الذي كان تقدم فرنسا كيف تقيمها استخداراتية إلى حد ذلك الوقت يعني أنا شاهدت كل الأسلحة المتوفرة لدى قوات حسن جاموس أو ميليشيات حسن جاموس هي كانت أسلحة سوفيتية من العراق مهدات من العراق حتى سيارات الدفع الرباعي التي تسمى في العراق سيارات حمل صغيرة مثبتة فوقها إما الرشاشات متوسطة البي كي سي أو رشاشات دوشكا والرشاشتان سوفيتيتان وكذلك الحال بالنسبة للقاذفات الار بي جي سبعة ولم تكن لديهم حتى سترلا يعني السام سام سبعة أو سام تسعة التي كانت متوفرة في العراق ولكن لم تجهز بها الميليشيات هذه الشادية بقيادة حسن جاموس حسن جاموس بالمناسبة ليس عسكرية مطلقة يعني خريج معهد زراعي فرنسي في فرنسا ولا عارف لم نستطع معرفة ماذا جاء به أن يقود هكذا كيف وصل إلى هذا المنصب لم تكن القوات الشادية تحصلت على تسليح نوعي فرنسي صنع فارق في المعركة أبدا أبدا كلها أسلحة سوفيتية وكلها مهدات من العراق أو مدعم من العراق والسفارة العراقية التي كانت تقوم بهذا الواجب والسفارة مثل ما قلت كلهم مخابرات وليس هناك أي موظف حتى من وزارة الخارجية أو حتى لأغراض التنسيب حتى المحاسبهم المحاسب المال أيضا كان من المخابرات السواق من المخابرات كلهم من المخابرات وكان سبق له بعدين بعدين عرفنا أن المخابرات الإراقية كانت مقسمة ربما أسوة بمعظم مخابرات العالم على شكل قارات يعني قسم أو مجموعة أو دوائر مسؤولة عن مثلا الأمريكيتين ساحات على شكلة العمل الدبلوماسي وصلت أنجمينا نعم كان باستقبالنا في المطار المتواضع جدا يعني قاعة واحدة لا أكثر وعدة غرف وحتى الحقائب يعني تنقل باليد وليس عن طريق كان في استقبالنا المستشار العسكري الرئيس حسين حبري اسمه إدريس ديبي الذي انقلب عليه بعدين واصبح رئيسا للجمهورية والمستشار السياسي اسمه محمد جبير محمد جبير كان المستشار السياسي المستغرب بالموضوع يمكن يعني بقي معنا لحين استلام الحقائب إدريس ديبي لمدة لا مستحيل يزيد عن عشرين دقيقة وتركنا وذهب نحن استغربنا يعني ما هذا الموضوع يعني هو باعتبار المستشار العسكري ولا يوجد لديهم مثلا من هو بمستوان حتى يستقبلنا من الجيش لأن ليس لديهم جيش وليس لديهم وزير الدفاع أو وزارة الدفاع فالرجل تركنا وذهب ولم نلتقي به ولم نجر يجرنا طيلة ستة عشر يوما بقينا في تشاد يعني هذا التصرف كان مستغرب يبدو أن هناك خلافات كانت موجودة يعني بين حسين حبر وبينه في تلك اللحظة كانت المعركة قد حسمت الحرب انتهت لا قبلنا بسبعة أشهر في معركة وادي الدوم كانت قد حسمت والأرض الشادية قد هدأت وانجامين كانت هادئة ولكن من دون خدمات بشكل مطلق حتى أننا أنزلونا في أول أمر في فندق نوفوتيل الفرنسي المدمر بالقصف الجو الليبي جناح واحد فقط أرضي كان قد سلم من من القصف أنزلونا هناك يعني لا يوجد لديهم حتى دار ضيافة على مستوى الحكومة سنأتي على دار ضيافة بعدين على كل حال كنا متعبين أنا من نوع الذي لا يستطيع النوم في أثناء السفر بالسيارة أو بالطائرة وعلى كلنا ارتحنا لحد الظهر مثلا تناولنا الغداء جاءنا محمد جوير وجولة في إنجامنا والله مدينة حقيقة يرثى لها وشعب يرثى له يعني كان هناك أناس غير ميتين يعني أحياء ولكن لا يستطيع الحركة وعشرات من الذباب وما إلى ذلك على وجهه وعلى بطنه لا يستطيع الحركة ومقذف على قارعات الطريق على الرصيف يعني تأثرت كثيرا حقيقة لحد ذلك الوقت لم أكن قد شاهدت هكذا مشاهد على كلنا في صباح اليوم التالي في السالة عاشرة جاءنا حسن جاموس لم يكن مرتديا رتبة ولكن ملابس عسكرية من الدوع الذي يسمى بالكاكي يعني الخاكي رحب بنا كثيرا لا يعرف اللغة العربية محمد جبير كان يتقن اللغة العربية لأنه خريج جامعة الأسهر إدريس ديبي لا حسن جاموس لا يعرف ربما ولا كلمة عربية على كنا نرحب بنا عن طريق مترجم وأردنا أمامه ما نفكر أن نتفهمه من أوضاع القوات الشادية الميليشيات التي كان تابعة له طبعا مدحناه كثيرا يعني ليس لأراض المجاملة وإنما ميليشيات تختحم هكذا قاعدة مكونة من قاعدة جوية وتقريبا سربان من الطائرات سربان من الطائرات ولواء مدرع تقريبا بالكامل يقضى عليه عن طريق ميليشيات يعني على كل فتفهم الأمر وعلى أساس يعني في صباح اليوم التالي نبدأ بالمفاوضات الأولية يعني للتفهم عصرا استقبلنا الرئيس حسين حبري وربما نسيت القول يعني قبل سفرنا بليلة واحدة طلبنا الرئيس صدام حسين وكان بجانبه إلى جانبه رئيس جهاز المخابرات وهو ابن دورتي بالمناسبة ابن دورتي في الكليا العسكرية فاضل البراك مشهور اسم مشهور وعدان خيرلط الفاح الذي كان زميله وزير الدفاع طلب مننا مني يعني ليس هناك شخص آخر معي يعني سلام خاص إلى الرئيس حسين حبري وقال في كلمته الأخيرة قل له ما دام وطنيا يخدم وطنه فنحن حاضرون له لأي طلب وانته يعني لم تكن المقابلة بأكثر من عشر دقائق والاثنان يعني وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات لم يتحدثا ولا بكلمة رغم المعرفة التي بيننا محمل كرسالة خاصة لشخص رئيس حسين حبري في اليوم التالي ذهبنا لزيارة الرئيس حسين حبري بالرابعة مساء استقبالنا بال استقبال يعني بترحيب غير اعتيادي ولكن ليس هناك في القصر الجمهوري إن صح التعبير أن نسميه قصرا يعني من دون لا حرس شرف ولا أي شيء آخر يعني فتحدث معنا باللغة الفرنسية والمترجم موجود بعد عشر دقائق ربع ساعة أحس أن المترجم يتردد في الترجمة فأمره بالخروج ترك المكان الذي نحن فيه وبدأ يتحدث معنا باللغة العربية بفصاحة مطلقة وتبين حسين حبري وتبين أنه أيضا هو خريج جامعة الأزار يعني حاله حال محمد جبير وكان أيضا من الحاضرين عدى محمد جبير شخص آخر أيضا مستشار سياسي اسمه محمد نوري أيضا بطلاقة يتحدث اللغة العربية واللهجة المصرية سألنا الرئيس حسين حبري أين نزلتم؟ نزلنا في الجناح الذي لم يدمر من فندق نوفوتيل قال هذا الكلام غير مقول أنتم تنزلون في قصر الضيافة الحكومة أنا من نوع الذي تصورته أنه قصر يعني بيتين متواضعين لا ثالثة لهم على كل حال بدأنا بالعمل وأردنا أن نرى وادي الدوم نزور وادي الدوم فخصص لنا الرئيس حسين حبري طائرته الخاصة يعني أنا كنت أتصور أنا عاشق طائرات يعني عاشق طائران ولي حد الآن كنت أتصور يعني من نوع جيتستار مثلا عشرين شخص أو من يعني من هذه الطائرات الصغيرة الخاصة ظهرت عند ذهابنا إلى مطار إنجامينا أن طائرة صناعة 1936 ستة وثلاثين ستة وثلاثين وثلاثة 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 اصطناعة 1936 طائرة تنقل مصنوعة في عام 1936 ومهدات من إسبانيا إلى الرئيس حسين حبري لأغراض التنقل الداخلي يعني لا أكثر ولا توجد طائرة أخرى لدى لدى تشاد هذه الطائرة الوحيدة المخصصة للرئيس حسين حبري يعني ملك الدولة طائرة عمرها أكثر من خمسين سنة عفوا عمرها أكثر من خمسين سنة نعم 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 المسافة تقريبا يعني من إنجامينا إلى إلى واد الدوم ربما أربعمائة كيلومتر هذه الطائرة لا تستطيع قطعها بسفرة واحدة وإنما بسفرتين فهبطنا في الطريق على أرض رملية صحراوية يعني ليس مدرجاً اعتيادياً وملأوا الطائرة بالوقود ووصلنا إلى واد الدوم ورأينا هناك الأمرين عشرات من الدبابات والمدرعات مدمرة وباقية في مكانها ونفس الشيء ينطبق على مدافع مقاومة الطائرات الليبية طبعاً ومدفع عثيادية ومعسكر مهمل قاعدة جوية مهملة طبعاً الطائرات المدمرة موجودة لا زالت الطائرات الصالحة كانوا قد نقلوها عن طريق المر أو طيران معرف يعني إلى قاعدة إنجامينا الجوية التي أنشأها الفرنسيون يعني ليس المطار الاعتيادي المدني وإنما كانت لهم خاعدة جوية يعني لم تعرض علينا زيارتها زيارة الفرنسيين ولكن كنا نراهم عن بعض طائرة ضخمة للاستطلاع الاستراتيجي كانت موجودة وسرب من طائرات ميراج F1 أيضاً كانت موجودة في القاعدة هذه طائرات صالحة ليبية غانمتها قوة حسين حبري من الجيش الليبي هذه الطائرات والقوة الفرنسية من المشات البحرية الفرنسية المارينس كان قد جاءت لأغراض تحقيق الاستقرار في إنجامينا بعد وادي الدوم بعد نهاية المعرك بعد نهاية الحرب بعد نهاية الحرب سيد خالد بالمراسة وراء وادي الدوم ظلت القاسفات الليبية تقصف إنجامينا بالذات عن طريق طائرات الطائرات القاسفة التي كانت موجودة موجودة متوفرة لدى وهي ممتازة لدى القوة الجوية الليبية من الخاصفات تيو 22 بلايندر سوفيتية كل واحدة تحمل تحمل 12 طنا من القنابل حسب ما قالوا لنا أن لمدة 90 يوما تقريبا كل ليلة حصتنا من الخصف الليبي طائرتان محملتان يعني بما موجودة إذا كانت الحمولة كاملة 24 طن من القنابل على إنجامينا فقط ماذا كانت تستهدف هذه الوطلاع؟ مدنيين كانت المدينة مخربة بالكامل يا دكتور بالكامل يعني حتى حتى حسين حبري لديه مولد مولد جنرياتر للتزود بالكارباء ونفس الشيء بالنسبة لحسن جاموس الذي دعانا عزمنا إلى يعني على شرفنا أقام عزيمة بسيطة جدا يعني في بيتي أيضا دخنا من صوت المولد أو الجنرياتر لم يكن هناك شيء في البلد لا حياة في البلد مستوطف واحد فرنسي في كل شات في كل جات في كل شات موجود في إنجامينا فيه هذا المستوطف فيه طبيب فرنسي وأربع أربع ممرضات لا أكثر ولا أقل هذه الخدمات الموجودة المتوفرة في شات في عام 1987 تستغرب أدري حقك الغريب كيف استطاعت لا أصور قبل الوسطى كيف استطاعت بلد بهذه المواصفات هزيمة جيش مثل الجيش الليبي بقياة القذافي أنا سأعود لك لتفسيرك لأنك أنت في النهاية الآن تحمل دكتوراه في العلم العسكري بالتأكيد لك تقييم وجهة نظر في هذه المسألة لكن فيما يخص ودي الدوم كيف تصف القاعدة اللي بي في ودي الدوم نعم يعني أستطيع القول بكل بساطة نوعا ما يعني ليست لم تكن هناك حسب ما تحدث لنا حسن جاموس وبعدئذ قرأنا يعني مصادر كثيرة تبحث عن أنه كان لديه في فيما حوالي واحد وخمسون شخصا يحملون كالاجينكوف ينططون هذه السيارات التي تحدثت عنها الدفع الرباعي التي فوقها مثبتة إما دوشكا أو بي كي سي يعني إما الرشاشات منتوسطة أو الرشاشات ثقيلة وهؤلاء الواحد وخمسين ما بين كلاشينكوف والار بي جي انطلقوا من انجامينا قبل ثلاثة عشر يوما من معركة وادي الدوم التي صادفت يوم الثاني وعشرين آذار مارث 1987 فحسب ما قال حسن جاموس انهم كانوا يسيرون ليلا من دون توقف تقريبا وعن طريق أدلاء في الصحراء ليس على الطرق أدلاء في الصحراء عندما أصبحوا على بعد كذا اختبأوا ما بين الجحور الموجودة في يعني في ضواحي قاعدة القاعدة الليبية التي أسستها ليبيا طبعا في وادي الدوم لا أتذكر الاسم كان كان لها اسم ولكن لا أتذكر اشتهرت بوادي الدوم نعم في الساعة الخامسة فجرا تحركت هذه المجاميع إلى تقريبا يعني فلنقول 270 درجة حوالي القاعدة أي تقريبا ثلاثة أربعة محيط القاعدة شكلت قوس حول القاعدة نعم وفتحت النيران الرشاة الثقيلة والمتوسطة والكلاشنكوف والاربي جي في وقت واحد نحو القاعدة عندئذ بدأت تقدم ويقول أننا استدعينا من كانوا هم القوة الضاربة التي ستدخل إلى القاعدة يعني عشرات أخرى سيدخلون المفاجأة التي حدثت أنه من جراء هذا الرمي وجراء هذا الاربي جي والرشاشات المتوسطة التي تحدثت عنها بدأت النيران تشتعل في الطائرات وبدأت القنابل المحملة على الطائرات بالانفجار هذا الانفجار تسبب في انفجار الأكتاس أكتاس أعتدى الموجودة في المخازن يعني الموجودة في القاعدة يعني خلال نصف ساعة ساعة ساد الهرج والمرج في هذه القاعدة وبدأت الهجيمة الليبية مع الأسف هذا خطة استراتيجي في تصميم القاعدة في توزيع الذخيرة البخازن ماذا تسمي هذا أولا طبعا إهمال موجود وعدم انتظام موجود والضجر أيضا موجود حتى يقال بعدئذ علمت يعني هذا ليس الكلام من حسن جاموس أنه من كثل الضجر الذي أصاب نفوس الضباط والجنود بدأ الضباط والجنود عندما يتمتعون بإجازاتهم الدورية في ليبيا لا يعودون يعني يغيبون وتعرف حضرتك يعني العشائر يمكن أن تخبئ أولادها ولا يعني لا لا يصابون كانت الحرب قد طالت وفي حالة بنل وغيرها في حتى التذمر في صفوف بعض الوحدات التذمر كان موجود يعني بس هذا الحقي كلامه أخوه مرة أخرى ليس من حسن جاموس وإنما بعدين في ربما هؤلاء أيضا لم يعني جماعة حسن جاموس لم يكن يعرفون الضجر أو التذمر الموجود في القاعدة ولكن كان هناك إهمال يعني مدى الكلاشنكوف 400 متر لا أكثر إذن معنى ذلك أن حملت الكلاشنكوف تقربوا إلى مسافة تقريبا 400 متر ليلا في ذلك الفجر من يوم 22 حزيرة 22 آذار مارت دون أن تتنبع لها من القوات الليبية اللي كانت موجودة في القاعدة أو حول القاعدة المستغرب أنه ولا دعم من داخل ليبيا لتخلص هؤلاء أو مثلا تخلص قواتهم في واز الدوم في القاعدة أو مثلا إنزال ضربات قاسمة عن طريق الجو على هؤلاء المهاجمين كيف يمكن أن يتم تقديم الدعم إذا كان القاعدة في نصف ساعة تحولت إلى كورم ملتهبة نتيجة كما تصفها الآن نقلا على رواية حسن جاموس نعم على الأقل رد الفعل أي رد الفعل ما كان موجود حسب قول حسن جاموس من الطائرات الليبية لماذا بعدئذ ثأرا أو انتقاما لهذه الخسارة تقلع طائرات 22 القاصفة من ليبيا تقصف إنجامينا وترجع في نفس لماذا لم يكن هناك مثلا قصف أرض على الأقل ثأر لأغراض الانتقام أنتم تعرفون أن ضباطكم وجنودكم إما قتلوا أو انهزموا فإذن الذين يتحركون في داخل القاعدة في محيط القاعدة هم مهاجمون شاديون لماذا لا أضربهم بطائرات الهجوم الأرضي مثلا السوقوي السبعة السوقوي سوقوي 22 سوقوي 20 والمدى يكفي وحتى إذا لا يكفي المدى فهناك القواعد القريبة نسبيا الليبية القريبة من الحدود الشادية بحسب رواية حسن جموس كيف تم اقتحام القاعدة القاعدة توصف بأنها كانت الأكبر في المنطقة بأنها كانت تحوي مجموعة من القواعد الصغيرة في داخلها سلاح جو سلاح برية سلاح المدفعية مدفعية كيف استطاعت هذه المجموعة الصغيرة المكونة 52 عربة بهذا التسليح المتوسط أن تخترق تحسينات القاعدة التحسينات تحسينات لا أكثر من أسلاك شائكة يعني في محيط القاعدة طبعا عدى المدخل أو المخرج فيما إذا كان موجود يعني لا عرف التفاصيل لأن القاعدة قد دمرت حين زرناها نعم هناك آثار لطريق الدخول وطريق الخروج من القاعدة على شكل يعني قوسين لا أكثر أما القاعدة فكانت في العراء عدى ما تبقى من الأشاك الشائكة التي لم تدمر هناك مجال طبعا لناس كانوا بالتأكيد مكلفين يعني حسب حسن جاموس بقصة الأشاك الشائكة أو عن طريق لغم أو عن طريق متفجرات بحيث يكونها هناك مجال للدخول أو الاختراق يعني يتطلب نوع من الشجاع الفائقة والاندفاع وعدم الاكتراف بالموت هذا صح ولكن الذي دمر القاعدة ليس هذا هؤلاء وإنما التفجيرات التي حدثت في القاعدة بالنسبة للأعتداء وبالنسبة للقنابل أو المغذفات المحملة على الطائرات وتترب النار إلى الدبابات والدبابة كل دبابة وهي لم تكن تستخدم في القتال لم يكن هناك قتال ولا حرب في المنطقة فكل دبابة من طراز تادي 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 هذي هذه الدبابة تحمل أربعين قنبلة داخل غرفة القتال تادي 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 اذا حدث أي احتراق وانفجرت أي تطلق أو أي تقنبلة في ذلك يتسبب في انفجار هائل بالنسبة للدبابة تؤثر على الدبابات الأخرى وتؤثر على الأبنية وهكذا مطيبة يعني عسكريا هذا خطأ استراتيجي في تصميم القاعدة في تخزين التوزيع بالضبط نعم بالضبط يعني بأي نوع من الأخطاء استراتيجيا مثلا الأعتداء التي يقول حسن جاموس أنها تفجرت هل تفجرت هي كانت على سطح الأرض ربما لا ولكن النيران التي دخلت في حتى إذا كانت المخازن أو مستوضعات الأعتداء فإطلاقها واحدة حتى رمانة واحدة ربما منها أولا المقاتلين عندما تقذف في داخل هذا المستوضع إذا انفجرت قنبلة واحدة أو مقتوفة واحدة فأن هذا المستوضع يتحول إلى شبه خم النووية تكتيكية هل كانت القيادة العسكرية الليبية في القاعدة تستبعد وصول مهاجمين إلى هذا المدى القريب مرتاحين يبدو كذلك يعني يعني متضجرين ومتذمرين صح مضبوط أوكي ولكن مرتاحين ولا يتصورون أي اختراب عليهم نظرا لبعد المسافة أربعمائة كيلومتر مثل ما قلت على ما أتذكر بين النجامين وكلها صهراء لا توجد لا مدينة تقريبا ولا حتى قرية ولا ماء ولا بئر أي شيء ما موجود فربما كانوا يتصورون بما فيهم قائدهم عقيد الركن خليفة حفتر أن يكون هناك هكذا أو تكون هناك هكذا عملية يقوم بها تقوم بها دويلة وليس الدولة لا تمتلك جيشا ولا تمتلك قوات مسلحة استبعاد فرضية هذا الهجوم المفاجئ وهذا الاختراق يجعل من الطبيعة القاعدة تكون على هذا الحال أن تكون ممتلئة بالعتاد مكدسة الدبابات الضخيرة الطائرات كلها وبالتالي حدوث حالة الاختراق والاقتراب المهاجمين إلى هذا المدى يحول القاعدة إلى قمبلة ذرية إلى قمبلة ذرية مشتعلة وإلا هل من المعقول مثلا في الساعات الأولى حسب ما يقال وحتى موجودة في اليوتيوب وما إلى ذلك يعني 1430 أو 1240 يعني أكثر من ألف قتيل أو شهيد ليبي في الساعات الأولى هذا ليس من جرى إعدامات مثلا أو قتل أو مواجهات وإنما عن طريق الذي عن طريق بسبب الهجوم المفاجئ طريقة الهجوم المفاجئ والانفجارات التي حدثت في القاعدة نعم وانهيار المعنويات لأنه أيضا في يعني لحظ ظهر اليوم الأول 400 وكسر أسير ليبي لدى هؤلاء مرة أخرى حسب رواية حسن جاموس في خلال نصف ساعة من بداية الاقتحام تحولت القاعدة إلى كرة ملتهبة وقاموا المهاجمون بقطع الأسلاك الشائكة التي كانت تحصل واختلاقها صح ماذا حدث بعد ذلك حصلت مواجهات مواجهات أنه أولاء يعني الليبيون أو جهود الليبيون كانوا نائمين وكذلك الضباط فأصبح هناك يعني مجرد استهداف وقتل استهداف وقتل ومن فوق الرؤوس الرشاشات الدوشكة وال بي كي سي يعني مستمرة على الاستهداف أيضا الاستهداف ولكن الاستهداف الاستهداف القريب عفوا عن طريق كلاشنكوف لا أكثر ولكن لم يكن لم يكونوا بحاجة وبدأت خلال الساعات الأولى أو ربما الساعة الأولى بدأت الهزيمة باتجاه الصحراء يعني باتجاه الطريق الذي يوصل إلى الحدود ما بين ليبيوتشا يعني بدأت عملية انسحاب مبكرة أثناء الهجوم هزيمة ليس انسحاب لا لا تصفوا بانسحاب انسحاب صفحة الانسحاب صفحة من صفحات القتال يجب أن يكون مرضما ومرتبا ومن أصعب صفحات القتال الانسحاب فهذه هزيمة هزيمة من دون أي سيطرة فقدت القيادة والسيطرة السيطرة خلال الساعة أو الساعات الأولى مطلقا مئات مئات وربما آلاف لا أدري بس ربما مئات انهزموا من القاعدة بعد يومين أو ثلاثة ولم يعقبهم بالمناسبة لم يتعقبوهم لأنهم كانوا متأكدين حسب حزن جاموس أنهم هؤلاء ربما إما يتوفون أو يموتون من العطش والجوع وربما الظواري والأفاعي أو يضطرون للعودة وفعلا حسب ما قال أنه في اليوم الثالث وفي اليوم الرابع عاد البعض يتشبث أن نعطيه قد احمق يسلم نفسه حتى لا يواجه الموت عطش يسلم نفسه للقوات التشادية حتى لا يواجه الموت عطش نعم وقال أننا أهلناهم يعني أصبحوا عبيدا تحت أيدينا بعد أسرهم كيف وصف الساعة الأولى من المعركة إذا كانت القاعدة قد انهارت بشكل كامل بعد مرور حوالي الساعة كما تقول الآن وفق وصفه هو كيف وصف المواجهة الدفاعية من جانب القوات الليبية لحالة الاقتحام في الساعة الأولى هو أيضا حسب ما قال ولكن لم ينوه إلى أي تعاون عسكري لوفع الخطة سواء من قبل فرنسا الداعمة الرئيسة أو من قبل المخابرات العراقية هذا واحد يعني الهجوم كان بتخطيط شادي خالص أبدا لم يأتي على يعني لم يستجرب اسم فرنسا ولا اسم العراق في وضع الخطة يعني ادعى أنه هو الذي وضع الخطة معه ربما يكون هذا الدعاء بطولة ممفسر من جانب صاحب لكن بالمنطق العسكري بالمنطق المعارك بهذا الحجم وفي هذا المستوى هل يمكن لمجموعات مسلحة بهذا المستوى من التسليح أنها تستطيع اختراق قاعدة متوفر فيها كل هذا التحصين وهذا العتاد والتسليح البري والجوي ربما يكون هذا الدعاء بطولة من جانبه أستاذ خاطر أخشى أنه في الحلقة الأولى ربما ذكرت بعض الشيء عن حرف فيتنام أو إذا لم أذكر أو إذا ذكرت أذكرها مرة ثانية 200 كيلومتر الثوار فيتكونغ ظلوا يحفرون لمدة أشهر طريقا أو نفقا ليس طريقا نفقا للوصول إلى أفخم قاعدة جوية أمريكية في فيتنام في أثناء الحرب الفيتنامية هذا الكلام ربما في عام 1971 عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية محاولة إنهاء الحرب مع فيتنام الثوار فيتناميون حفروا هذا النفق في ساعة 12 ليلا كانت ساعة الصفر بالنسبة له فجأة انطلقوا من داخل هذا النفق في وسط القاعدة الجوية كانوا لا أكثر حسب ما قرأت فيه لا أكثر من ثمانية الثين في كل اتجاه فقط يعني بدأت دخل كلاشنكوف وبالصلي يرمون على الطائرات التي في القاعدة ولكن من أي نوع من الطائرات والعتاد المستخدم من النوع الخارق الحارق يعني الطلقة تقترق ثم تنفجر متسببا لهبا بسيطا ولكن هذا اللهب البسيط لو كان في وقود خصوصا على مستوى البنزين أو السوبر أو قنبلة مثلا مقذوفة مثال يعني خصوص صاروخ محمل في داخل الطائرة هذا الكلام يتحول إلى أن تنفجر الطائرة بالتأكيد يعني عسكريا هذا يحدث 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 حدث في حرب كوريا مثل هذه الأمور وحدث في حرب فيتنام يعني أكون متأكدا حسب ما سمعته من حسن جاموس أن الهجوم كان بتخطيط وتدبير شادي خالص ولم يكن هناك تدخل ولكن لم يستجل لا اسم فرنسا ولا اسم العراق ولكن علمته بعد إذن يعني هذا طبعا أنا بقيت متعلقا بشاد يعني لأسواب كثيرة تعرف حضرتك يعني واحد اللي يزور هكذا هكذا بلد وهو ليس بلدا ودولة ليست دولة ويرى كل هذه الأمور التي لم يراها في عمره وأتمنى أن لا أراها مرة أخرى الآن لحد اليوم إذا أسمع خبر عن شاد يعني أنتبه فتأثرت بشاد كانت هناك تعاون فرنسي بالنسبة للمخابرات الدقيقة عن هذه القاعدة عن طريق الأخبار الصناعية التي كانت متوفرة في حينها أو عن طريق طائرات الاستطلاع التي تحلق على ارتفاع شاهق وكانت متوفرة يعني في أكثر من يعني القواعد الفرنسية كانت متوفرة في أكثر من من دولة أفريقية كانت مستعمرة وظلت علاقاتها مع فرنسا وخصوصا من ناحية التعاون العشرية لم تقدم هذه القواعد دعم جوي للهجوم؟ لا أبدا لم تتلقى هذه القوة المهاجمة أي دعم جوي من الطائرات الفرنسية الطائرات الفرنسية أتى دورها بعد إذن الذي كان ما هو الدور اللي قامت به بعد ذلك؟ نعم الدور أنه الفرنسيين الفرنسيين بعد وادة دوم دوم عفا وبعد تكرار القصفات الليبية على انجامينا هم أتوا بمنظومة واحدة من طراز رولند صواريخ دفاع جوي يعني مكتفات دفاع جوي بعد ما ركزوا أو تهيئوا لحد ذلك الوقت يحاولون أن لا تستطيع المخابرات أو الاستخبارات أو حتى الاستطلاع الجوي الليبي تلقف هذا المكان أو معرفة هذا المكان نوع من التشويش نوع من التشويش أقصد لا ليس التشويش لا 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 يعني اختباء غشو اختفاء شخصي تمويه 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 لم تعد ولا واحدة منها طبعا عندئذ اكتفت ليبيا أو اكتفى معمر القدافم من تواصل القصفة توقفت الهجمات اللي كانت تشنها القاذفات الليبية بعد هزيمة وادي الدوم مرة أخرى وصف حسن جاموس للساعة الأولى من الهجوم نعم سألتك عن هذه المسألة نعم قدم لكم وصف كيف بالنهاية حسمت المعركة يعني حسب ما قال أنه هو أعطى الواجبات لأن ليس بينهم اتصال شخصي وإنما أولا مساحة واسعة فإذا كل رئيس مجموعة يتصرف حسب ما يمنع عليه الموقف في قاطعه وهذا يعني المسافة ما بين قاطع وقاطع ربما مثلا أكثر من كيلومتر واحد وكانوا متحدرين أن لا يتحدثوا حتى باللاسلك إلا بعد بدء المعركة ويقول أنه لم يكن يتصور أن يحرز هكذا نجاح في خلال ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات فإذن انبهر وهناء الكل أنه توفقوا في هذا المجال يعني كانت حقيقة مصيبة بالنسبة للقوة الليبية الموجودة هناك حجم العتاد الذي غني مثل قوات الشادية من هذه المعركة عدد الأسرة القادة الليبيون اللي كانوا من ضمن الأسرة ستتطرق معك في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله الحديث عن هذه النقاط وأيضا أبحث معك ربما مسألة تفسير وقوع هذه الهزيمة من وجهة نظر عسكرية لها تجربتك وخبرتك في هذا المجال أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى في ختام حلقتنا هذا العميد ركن الدكتور صبحي نظم توفيق شكرا جزيلا لك يا مرحبا ودائما في الختامة شكر لكم أستاذ المشاهدين في أمان الله اشتركوا في القناة